بصوا العالي خارج من مباراة كبيرة فاس فيها بربعية وعمل عرض هايل جدا كابتن محمود الخطيب النهاردة حرصوا على ان يكون مع اللعبة قبل دخول معسكر مباراة المريح لحظوا انه اللقاء جاي بعد انتعاشة وانتشاء في نشوة لفريق كسبان ايه دلالة الزيارة واللقاء التلاص عم الشرب ايوه دلالة اللقاء والكابتن الخطيب بيقول للعبة وجهاز الفني احنا سقتنا فيكم بلا حدود انتوا على درجة عالية من الكفاءة على درجة عالية من المسئولية جمهوركم اللي انتوا فرحتوه كتير في المواسم الاخيرة عنده ثقة كبيرة فيكم وطالبهم طبعا بالتركيز وعدم الالتفات الى اي تعصرات فاتت بالاشارة الى مباراة ساندونز لان انت بتكلم على فريق واخد لقب دور الابطال سنتين وربعض ما بتحصلش كتير فريق واخد الميدالية البرونزية لبطولة العالم سنتين وربعض وما بتحصلش خالص لأي فريق شارك في كاس العالم للاندية ما حصلش في فريق في العالم شارك في كاس العالم للاندية خاد ميدالية سنتين وربعض حافظ على رقمه او على ترتيبه سنتين وربعض ما حصلش لأي فريق في الدنيا فلما رئيس النادي يكون عنده اللقاء مع اللعيبة ويطمئن عليهم ويقول لهم الكلام ده قبل ما يدخلوا مع اسكر المباراة المريخ لا في رسالة كبيرة شوفوا أنا في المتاب طريقة كمان تانية مش بس ان احنا وثقين فيكم هم عارفين ان احنا وثقين فيهم ايه دي المشكلة هو انا يكاد تكون الرسالة يعني في رأي العب يوصلها لهم لان انت ماتش سانداونز جيه بعد ربعية المقاصة ايه فعاي يقول لهم نصق فيك وتسقوا في نفسكو لكن حدود الثقة اوعى تتحول للثقة الى غروف وإلا يحصل انتكاسة لما كسبنا تانية اربعة وانا بقولك ان النتاجة الكبيرة بتخوفني ايه لان بتتهمد ايه بتخدعك مش بتخدعك بتضحك عليك بلاش تخدعك ايه فهو حاب يقول لهم كده خلي بالكو احنا اخسرنا سانداونز بعد ربعية المقاصة الربعية دي مش معناه ان احنا هنكسب المريخ ايه المريخ دي اعتبر ان انت داخل المريخ وهو حظوظه الافضل هو دي الطريقة الوحيدة هي دي حدود الثقة بقى اه سيقتك ما تزدش لا حدود اخاف من المريخ ولعبه على هذا النساء ايه ايه اعمل حسابه ايه احترمه خاصة ان هو الموضوع بقى بينه وبينه دلوقتي بالزبط يعني انا عشان العب ضد المريخ لو كسبت حتجاوز يعني حبقى في النقطة الحارجة التنافسية لقدر الله حصل اي حاجة تانية لا ده انا بقيت على كفة عفريت فعلة فما ينفعش ان احنا اه يعني نسق بلا حدود الحدود بتاعتي اوعى ثقة تتقلب لا مبلاء بغروف ايوه هي دي هي دي بقى حدود الثقة اذا كنا واثقين فيكم بلا حدود فهذه الثقة ليه حد انك انت تبقى مدرك المسؤولية اللي عليك تبقى مدرك ان احنا في مباراة سانداونز ضعت مننا فرصة الفوز بسبب اللعيبة لانه اللعيب لما بيهدر فرص كتيرة قدام المرمى والتركيز يضيع قدام المرمى الفريق ما بيحققش المردود بتاعه لا كده ده مقولة اللي بيضيع يستقبل اه دي اصبحت بتتحقق في معظم المتشاط بالضبط وكأنه قانون وكأنها قانون لانك انت فعلا لما بتضيع كتير السقة بتهرب منك بتتوتر المنافس على العكس بياخد سقة بينقض بيسجل زاد انك بتندفع انت حاسس بالتفوقك اه فبتندفع عايز تخلص بتهمل التوازن بتاعك انت شوف المتشين بتقعد سنة الفتر اللي ضاعه الدوري بيراميز وسموحة انت كنت عامل ازاي صحية وتهرب منك المتشين بس فدي فكرة تأكيد الكابتن الخطيب للعيبة على ثقة انت تكون واثق في نفسك واثق في قدرتك لكن في نفس الوقت واثق النورات جمهور كبير لا يقبل الا الفوز وانتوا قدها وعملتوا اكتر منها وعملتوا الاصعب فعشان كده اعتقد كانت زيارة كابتن الخطيب للفريق قبل دخوله المعسكر لها اهميتها الكبيرة في التأهيل المعنوي والنفسي والتجهيز الزهني قبل دخول معسكر المباراة اللي انا قلت لحضراتكو القايمة اللي اعلانها بميستر بيتسو موسيماني واللي الحمد لله اكتملت يمكن بكل العناصر